الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السحر ليس من عمل الأنبياء عليهم السلام كان الكفار يقولون عن سيدنا سليمان إنه كان ملكا من الملوك وإنه كان يعمل بالسحر وكذبوا فالسحر ليس من عمل الأنبياء إنما الشياطين كانوا مغتاضين من سيدنا سليمان عليه السلام لأن الله تعالى أعطاه سرا فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم من غير أن يؤمنوا كانوا يخدمونه يعملون له أعمالا شاقة ومن خالفه منهم فالله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا لذلك كانوا مقهورين له فلما مات كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه ثم قالوا للناس بعد أن ظهر بعضهم أو عدد منهم هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان كان يحكمكم بالسحر احفروا تحت كرسيه فحفروا فوجدوا هذا الكتاب فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان ووضع فيه السحر فكفروا الذين صدقوا الشياطين كفروا لأن السحر ليس من عمل الأنبياء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين